اهلا وسهلا فيك. اول شي بدي اتشكرك على الجورزي. تانكيو كتير. تانكيو عجزت. سوف نحط هذه الجورزي على بيتريون. متل ما حكينا انا وياك. اكتر شخص عامل سبسكريبشن وعب يساعد التشانل على بيتريون. من هذا لاخر الموسم. اه لاحنا اعطيها لواحد من الربحانين اكيدة. ازا عابلكم كمان تساعدنا على الجانل تحت بالدسكريبشن لحط اللينك على بيتريون. صرنا اكتر من عربين شخص. كمان ازا حبيتوا هالابيسود او حتحبوا الجانل ازا بتعملوا لايك وصبسكرايب على الجانل بتكونوا كمانا عم تساعدونا. وايضا بعد شغلة زيادة لانو كمانا شغلة بتخصك هي وديع الحاج و961 سلاش. اول شي عدام لما يعطونا معو. وكمانا لانو عم بيعت كتير للباسكت وديع. الاكسبوشي اللي عم بيحطها. الديجيطال كنتنت اللي عم بيحطها. كمانا ازا بتحبو تشوفو وخاصا سيك ادتس فور واقل ازوال. you can also go and follow 961 سلاش على انستغرام. سو واقل عرقجي. اهلا وسهلا فيك اجان. اه فكرت كتير بالانترودكشن اللي بدي اقول عنك لانو اكيد صرت سيما كتير انتروز ام في بي آسيا بطل لبنان. اه كل هالقصص. سو قررت احكيك عن كيف يشوفك الخصم. انا واي. سو واقل انت من عشر سنين تقريبا. كان عمرك ينجي 18 سنة كان بعدك شديد على اللابة. اه احكي شوى ما بعض زالعالم لح تفهم منيح. سو نحنا بنعلم عن سكاوتنج ريبورتس. بفور افري جيم. والسكاوتنج ريبورت عدنا بيكون عن اللعيب والخطط طبع الفرق واتسترا. بس ما بنحط كل شي. يعني بنحط احسن ثمانة تسع لعيبة يمكن. احسن خمسة لعيبة حسب الفريق شو عنده. سو من عشر سنين او من بلشت انت الكارير تعبولك تقريبا. كنت تفوت على سنة بعد سنة صرت تتقرب تقرب تقرب. لحديث ما وصلت يمكن لمحل هلأ انت بفتكر عكل طبع كل الفرق بالعالم. مش بس بلبنان او بآسيا. هتكون انت اول واحد عسكاوتينج ريبورتز. ومش بس از بلاير تكنيكاليتي وايز. وعلى الملعب. كمان عباوت ياللي انا برأيه هو العامل الاساسي انت وصلت لهون. اشترك لالك. الشي اللي حبيته كتير كمان عباوت اس وقت اول ما اعلننا انه انت حتكون الجاست تابعونا جينا اكتر من ميت كمانت على يوتيوب which is definitely a record. وعلى الملعب بيقولوا thank you لوائل you've been a great inspiration. وهذا الشي اللي كتير حبيته. كيف وصلت لهون لوائل؟ انت قلتة من work ethics. من انا وصغير I wanted to be different. I really wanted to be different. I worked on myself a lot. حرامت حالي من انا وصغير من كتير قصص. I literally had no life when I was young. يمكن امي وبايه يمكن امي وبايه وخيه بيقدروا يأكتو لك هذا الشي. انه وقتا كان عمري 13 14 15 16. ده حتى 18 20 21. يمكن هم هيدول الشباب كانوا في هذا العمر يظهروا مع رفقاتهم. رحوا يسهروا. يظهروا مع بنات. ما بحكي كياه مثل ما هي. انا كان همي امسو كطابت الباسكت ولعب. this is this was my only concern. انا وصغير. وبعني الهلأ. this is my only concern. بس it's amazing. قديش الساكرفازيزي اللي بتكون عملتن يعني. قدت a young age. I knew. I knew. يعني كنت عارف كتير منيح انه ازا بعمل هيك على زغر حيقدر اخد كل شي على كبر. بس هلقدي كل شي يعني امي بي اسيا. تروح تلعب كأجنب بره. making not only a career اللي احنا حكي عن هدون الماضية later on. بس كمان being able to get paid and invest as well. يعني انت يمكن مش بس ال generation تابعو لك in terms of family. بس حتى your kids are gonna be well off كمانا. من وراء الكارير تابعو لك. كنت متوقع هلقدي اللي حتصير لعيب مهم؟ اكيد ما في واحد يتوقع شو حيصير. انا هيدا هيك كان بدي سير. وشتغلت لمرحلة انو انا بدي اوصل لمرحلة يكون one of the best players by libenan. one of the best players in the region. and i'm working on it. it's still the beginning for me. i'm not gonna stop here. يعني even ازا عندي كنترا كبير او whatever. بغتا يخلص كنتراي تبدي اجيب كنترا اكبر. even ازا عملت mvp asia السنة ومنتخب لبنان وصل تاني. this is not my goal. بدي بطولت asia الجاي منتخب لنكون اول. so i'm never gonna stop. يعني بعلك بتعطيش ازا بدك. بعني كتير عطشين. that's great this is the mentality. this is the mamba mentality i believe. هيدا المنتالي كل واحد لزي مفوت فيها. وهيدا هيدا هيدا القول طبع بحياتي. i want to be different. i will be different. ذكرتني هلأ بشكل كتا عم شوفها اليوم actually لانو عم تحكي عن mamba mentality. تعام بحضر هيك متل small video عن جاري فيتي يلي هو كان الترينر طبع كوبي during the lakers year. هو كان مع ال lakers قبل ما يجي كوبي وضلوه وطلوه على retirement سوى the same year. يمكن انت بتعرفه من من الفيديو وطيق اصبعه. اذا اليوم شفتها على انستجرام فكاله اصبعه وكوبي فيت كم اللاعب. فهيد كم اللاعب. سو هذا هو جاري فيتي. كان عم يسألوه لجاري انه شو كان فيه شي كتير غريب بكوبي تطلع هالكوبي. قال لهم اذا بتفكروا فيها كوبي ولا مرة كان اقوى واحد جسديا ولا اطول واحد ولا اسرع واحد ولا اكتر واحد بنط مثلا مثل زاك لافين او هدول اللاعيبة. ولا احسن شوتر. بس الwork ethic تابعه كان كتير منيح. وهلأ وقتع انتلي من بمانبا mentality ذكرتني. in the same way this is واق العرقجة واق العرقجة ولا مرة كان اطول واحد على الملعب او اقو واحد او اسرع واحد او احسن واحد بشوت او احسن واحد بقص او احسن واحد باسر. بس الكمبينيشن تابع كلها شيء الwork ethic تابعه لك كيف دي بتجمع كل هالقصص سوا والكاركتر تابعه لك اكيد لانه you're a very emotional person وplayer. هادي شي كتير فدلك انا برأيي in your career. so بفتكر الwork ethic والمنبا mentality تتابعه لك is the reason you are here now. لك انا عندي عندي بتفوت على الملعب this is how i look at my opponent. بقول i asked the coach about the game who am i guarding. بقل لي عندك يمكن to guard one two three. بقل له i got them خلاص. حاكله راسو هذا الgame. واذا قادر يربح لايه يربح حلية. so this is how i approach every single person. بقول لحالة كل guard انا حااخده هالسنة حاكله راسو. ما اخليه يكلي راسي هو ابدا. حاكله دغري من اول طريق. يمكن i might look arrogant on him but it's not it's overconfidence. i'm very confident of my work of what i've worked. انا وصغير بعرف كتير مني حكيف حضرت. this is how i apply this mentality. بكون حد حدا براسي. مثل مثلا let's say your game for example. في امرأة متلكون هيك. في امرأة اللي بكون خلاص. انا فيت بدي اكلكم. بدي اكل خاصم تبعي. وها هي. من يحرى you brought it up قصة الارغانس. لانه في عالم they feel انو انت you're arrogant. بس يمكن العالم كمانا ما بيعرفوا انو in basketball and in sports in general emotions play a big part. يعني انا بفضيل العيب بيلعب عندي يكون كتير emotional and arrogant. مثل ما هنالعنا بفكروا. انا i think it's not arrogance it's overconfidence. من انو يكون ميت وhe plays with no emotions واخر هم واذا بيربحوا بيخسر. so it's actually good. انو انت you showed this kind of emotions. اكيد من. it's not arrogance again. it's confidence. بعرف كتير منيح شو اشتغلت. بعرف كتير منيح شو اشتغلت. بعرف كتير منيح انو اللي اشتغلتو حيربحني. so this is my character. i'm never gonna change it. لحيالله حدا. لانو في عالم كتير تجي بتسبني. بتنتقدني. انو ليك هيدا كبران الخاسي براسه. وليك هيدا whatever. بس it's not it. انتو عادين بالبيت عمتفرج وانا بتجمع بتمرن. so that's true. that's true. criticism is part of the game. اكيد. and i don't mind it. i love it. بالعكس. i love reading bad comments about me. this is the. ايدا اكتر شي ادرب شي مع اول حدا يعمل جمهور. he zabzbac. he zabzbac. because i love it. i love it with passion. اي. i can imagine. اوقات في كام لعيب وخاصة هون بلبنان. احسن just to leave them alone. يعني ما كتير تجرب تزبزبو او تتراشتاقهم وهيك. وبحس انت واحد من النور. i love it. that's all i can say. حتى التراشتاق. يعني انا بالنسبة لي. you trash talk a lot. i'm not a trash talker. i'm very few times i trash talk. حتى بلبنان. انه اللي عايب كلهم كتير في قاتي. i don't trash talk. بس in a way بجارب اكلوا الراسوا من الاول. عرفت. انه بجارب بفوت عليهم دغري من الاول. انه this is how i approach the game. واقل عندي سؤال لك كنت عم بتحكي هلا عن العالم اللي بيقعدوا بيكتبوا bad comments والقصص. اوقات بحياتك مش بس about bad comments. in general. the spotlight دايما عليك. you're always under a microscope. شو ما تعمل العالم اللي حتحكي. بتتعبشي اوقات تكون واقل عرقجة؟ ليك انا وصغير كنت اضايق صراحة. ما حكذب عليك. كنت معني ولد 18 19 20 21. وسهلا ما كتير ما بتفرق معي ابدا. انه كلمان انت قلتا شو ما تعمل حتحكي. العالم حتحكي. وبعتقد عليك. this is a trap. بالعقل الواحد. this is seriously a very dangerous trap معقول يفوتك قود كتير deep وكتير صعبة بحياتك. اذا بتقعد تركز العالم شو بدا تقول عليك شو بدا تحكي عليك. معقول تفوت بقود ما حتخلص. وهيدا الشي انا تعلمته. وما ابدا ما بهمني العالم شو بتحكي عليك. كلمان اللي بعرف انا اللي عم بعملو is never wrong. يمكن امرار بغلط بك موصص at the end of the day. انا انسان حاغلط. بس I do what I do with passion and with love. اللي عم بعملو so far is working. عم بربح الحمدلله بحياتي. الحمدلله I'm on the good side يعني. بالكارير يعني عم بربح. everything is working out well for me. وهيدا المنتالي. it's not gonna change. بقتين احنا بالبلدين العربية we're very emotional. عرفت we don't understand trash talk and passion very well. عرفت العالم كلها بتحكي بالإيام والأخلاق والأديين والقصص. وهالقصص. بينسوا completely emotions. وهكي. عرفت بينسوا يعني كيف ديالك. انو بقتك كونك pure للشي اللي بتعملو. هيك كيب كلشي emotions عندك ياهون. وبعتقد نحنا هي بالبلدين العربية we lack it. يعني اذا بتقرأ العبد بالخليج. trash talk is forbidden there. it's actually it's very forbidden. العالم they take it very personally. إذا بيسمعهم مسبب الملعب it's something devastating يعني هارفت. يعني بتذكر مرة بالكويت صار شي كنا عملي عم بأجنب واحد. وهذا الجيم يمكن حطيت خمسين. ففترة البنش تابعهم كتير عم بيصرخ ويعيط صرخ ويعيط. برامت على البنش تابعهم كمان. I dropped 50. أكل تكنيك الفعل. راحتنا على الحكم بعد جيم قلت له قال لي عيب. شو هالحركة هالة؟ قلت له أنا بلبنان إنه it's fine. هاده وينما كان بالعالم بتصير بس إنه بحس هيك بالبلدين العربية it's a bit different. نحنا كتير نحنا بنتطلع منطلع على يوروب نطلع عامريكا منشوف كيف اللعيب يبرا. ونجرب نويران. مش نقلدهم بس نجوه نكون قرابع المنتالي تايتهم. وهيدا هيدا 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 هكي كيب عمل. شوف المنتالي تبع كوبي تبع جوردن تبع كل هاللاعيبة. ديامانتيديس مثلا جينوبيلي. هؤلاء كلهم they're crazy they're not normal players. كلهم they have they play with a lot of emotions. وفي نهاية المطالف تراشحك is a part of the game. إذا انت ما فيك تتحمل اللعيب عام بيسببلك أو عبيحكيك تراشحك كيف تنزع تلعب المنارة أو تتلع على الغزير دائم خمسة الاف سستة الاف شخص أمين عم بيسبوك. إنه هيدا in a way it's preparing you for what's coming next. صح 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 صح. وإنت عم تقول قبل شواء أنه كلهم أصحابك. بس حتى لو أصحابك sometimes when you're a competitor. حتى لو أنت خيي I want to win. نحن 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 يلا شيء من قد اربح. أكيد 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 أكيد. قلت شكل كتير حلو با the way. قلت وقتك إننا عم نحكي about people criticizing you. كنت عم بتقلي أنه عم تربح بالحياة. وهيدي الشكل كتير مهمة كمان. يمكن أوقات الجمهور بينساها أنه الحياة هي مش بس. 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 بس كتير وما لعب بس كتير. وهي الشغلة إذا فيه جملة هيك مع القعب راسي من وراء البودكاست هي مرة هيك قال لي إيها. بس كتبول is not who we are. It's what we do. يس. وبس كتبول إيه كلنا بدنا نربح أكيده وأنا لما نخسر game. لما خسرنا game.com for a few days ما بتحكها. بس at the end of the day it's not the end of the world. في حدنا لح يربح في حدنا لح يخسر. إيه. Life is bigger than just winning and losing. و أنت الشكل كثير مهم أنت تربح بالحياة يعني أوشي صحتك وصحة أهلك كثير منيحة تجوزت لاتلي عندك عائلة بتعقد بزنس ويزن مفيد This is what's important My parents are happy My brother is knowing good in life I have a beautiful wife She has a beautiful family I have great friends This is what's important لألي بالحياة Basket is a game أنا حاعتزل فيها I'm trying to make the best out of it عم جارب أترك بسمة Alhamdulillah Kids love me A lot of kids idolize me And this is something beautiful And I love الحمد لله على كل شي A lot of people عم يسبوني بيكرهوني بيحبوني They're just a bit of people I look at the bigger picture في كتير عالم بيشجعوني كتير عالم بيحترموني هذا الأهم عندي مظبوط واخدنا شوي على أول كريرتك اليوم يمكن لك تشفت أنه أنت ما بغض إذا مظبوط أو لا بس أنت بلشت بالهارلم يس أنا بلشت بالهارلم لك أنا بلشت بالرياضة بسيكلي كان عمري 3-4 سنين أربع سنين بلشت بس كان عمري 4 سنين يمكن for two years بالرياضة ودن فلت فلت على الهارلم من عمري 6 سنين My first coach كان على 6 سنين كان قوتش أحمد فران من 6 سنين لـ 16 سنة 15 سنة بنادي الهارلم مع كوتش نازيه بوجة والده بس البوجة منوجه له تحية كتير كبيرة بهذا النادي كان فيه جاد الحاج أحمد يموت عمر شئير هيدولي هنه coaches هلأ بالfirst division أنا ربيين مع أحمد فران يعني كوتش جاد وكوتش أحمد وكوتش عامر هيدولي أشخاص اللي ما بيعارفون يعني مام وبابا كانوا يظهروا on a date كانوا هيدولي يجوا يعملوا لبابيسيتن هلأبدي يعني بتذكر فيه نيو ييرز أهلية ظهره كانوا هن البيبيسيتر ستاولي عنا فيديوز كتير نحن وصغر ع 16 سنة انتقلنا على الرياضة ومن هلأ من وقتا لا هلأ وقل هلأ عم تحكين هيك شوية عن كوتش أحمد والعلاقة يلي بترتك فيها ما كنا بدي أحكي عن موضوع عليها عم تأملنا مشاكل هاي ليه ما كنت أحكي عن موضوع بس هيدا العلاقة يلي انتو طورتوها تراضي حتى كوتش أحمد كنت بيرها عم بسمعه وكان مع حالا عم بيعمل انتروفيو قبل الجيم تابعو لكم ضد ليدورز كان عم بقول انو العلاقة تابعو لي وقل عايب عالم تيجي تقول الحكي اللي عم بيحكي انو وقل طير كوتش كمان جيب كوتش يعني العلاقة بيني وبين وقل علاقة مني يعني من وقتا ما كان طفل وقل كانت بعرف هو هيك قال اكشي هو قال انو وبيفتكر وقلت عم بقل لك ايها تحت الهوى انو اذا النادي بده يفكر مظبوط لازم اصلا يجيب كوتش وليس يكون مبسوط السوبر الصار ده بقول عم بيلعب معه وعطيتك انو اذا لبرون جيمس مانو مبسوط مسامل كوتش فور اكزامل بليك سمي انو هيك صار معك وانت عقلت لي انو مش هيك صار معك ولا بنحكي عن الموضوع بس انا قصدي حتى لو هيك صار مش غلط انو تجي الادارة وتشوف شو مصلحة هادا النادي ومصلحة هادا النادي اكيد لها هتكون اللعيب اللي ماضي معي ع 3 سنين اصلا شو بيفضل يكون في عنده كوتش جاد لك انا فتت ع رياضي كنو عمري يعني فتت ع الدرجة الاولى كنو عمري 17 سنة لعبت كنت اتمرن مع كوتش فقضة ابو شقرة انا وصغير يعني من هالقد قديم انا بالفريق عشرت لعيبة كتير كبار اسامة كتير كبار بالنادي يعني عم بحكيك جو فوغل عمر الترك علي محمود سماعيل احمد اجانب اشتب مئة الف بقى شهر بالنادي رياضي يعني كاليبرز عاليني كتير كبيرة والنادي رياضي يمكن للألفان واربعة وقتا دي بلت بيري سترونج تيم لهلأ يعني من الألفان واربعة للألفان وثلاثة عشر تسعة عشر سنة ربحانين يمكن خمسة عشر ثلاثة سنين ما ربحوا ايه يعني ربحانين تقريبا 70% 80% من السنين لربحانين يمكن اكتر ايه مزود مزود في توقفة البطولة لتربح لتربح لابد لديك محاولة 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 أنا بحياتي من أنا وروكي ما بحياتي شفت الإدارة ردت على العيب شو بده وهيدي ببصم لكيها بالعشرة وحيات الله ولا مرة سمعت والمرة القليلة اللي شفت لعيبة عم بيجربوا يدخلوا وفي لعيبة طارت من الفريق موالا هالمواضيع وأول شي لك أنا جاي من العائلة كتير منتبة عصت هلا فتحنا عصت كوت جورج وكوتش أحمد أول شي علموني اهلاتي انه ما قرب على رزق غيري وهيدي 101 تربية ما بعرف ما بفهم أنا يعني ما بعرف كيف قرب على رزق غيري الله موفقني بحياتي وعطينا أكتر ما بيستاهل ما هقرب على رزق حدا غيري قطع له برزقه كمال جيب كوتش أحمد أول شي كوتش أحمد بالنادي يعني ابن النادي يعني أنا كوتش أحمد موليد 81 كوتش أحمد أكبر مني يعني ب14 سنة يعني أنا كنت بعد قبل ما أخلق كوتش أحمد عم يلعب بالنادي سو ابن النادي أكتر قبل ما أنا أكون ابن النادي ومنه عايز نه إن كان سمعة إن كان جان وهي دولي أقدم مني بالفريق وأخبر مني بهالقصص سو أنا بشفق عالعالم اللي عم تحكي كانت هيدا حكي يعني بقرف من الحكي اللي كان عم يحكي لأن أول شي علاقتي كتير حلو مع كوتش جورج كتير حلو مع كوتش جورج حاج مازن فيه كمان هو يحكي الموضوع أنا أقول له I really enjoy working with coach George he's very passionate and I believe coach George at some point he's gonna be the best coach in Lebanon the guy is super talented عنده informations أد ما بدك he's a nerd he's a basketball nerd and I loved working out with him بس أخيرت النهار this is basketball you know this you're a coach you've been in a lot of teams sometimes it's a nasty business في عالم بتنظر في عالم تستفيد وهي ده هي الرياضة أخيرت النهار at some point coach أحمد يصير في he might خلص يمكن يمكن الرياضة يقول لن أشتغل معك يفل هو سد مثلا coach فؤاد معقول فلن الرياضة no one did who said coach غسان معقول فيلم دل حكمة no one did this is basketball and this is life who said معقول أنا يمكن فيلم رياضة هديك السنة it happened who said سمع معقول يروح على الهومنتمن it happened this is basketball العالم يخدوها للإكستريم بيقولوا انه هيدا طير وهيدا حط وهيدا شيل this is not me and this is not رياضة this is a huge team بيريحوا اللعيبة كتير بس عنا إدارة ستيبل ربحانة بآخر 20 سنة 17 مرة تعرف شو مصلحة الفريق ما بحيث تقربت وسألت اللعيبة شو بتفضلوا وشو بتحبوا they know what's good for their team what's better for their team and this is everything معك حق بالعام بتقوله ومعك حق كمان بخصوص قصة الكوتش يعني الكوتش وخاصة بلبنان لأنه the jobs are few it's a result oriented game يعني بالنهاية المطاف مين ما جبت حتى لو جبت في الجاكس يعني خصي الأربع خمس جيمات ورا بعضهم هيغيروا لأنه في شي ما حيكون زابط كان لو إن شاءل من ريال مورينيو نشيل من فرق مورينيو نشي يعني هدول منه نمناح خيرت النهار فيه إدارة الإدارة بتقرر يعني بيقوله بوكبا كان ما بده إيه لأمورينيو بس بوكبا رجع فال United so it makes no sense يمكن بفهم في بعض الأشخاص بيحكي الحكي لأنه كوتش أحمد كتير اقراب من بعض بس أنا I would love to play against كوتش أحمد I would love to تيرعب يلعب ضده ولا مرة صايرة لا مرة صايرة هارفت لذلك آه كالشيك كمانا كوش أحمد مبارح عم بسمعه هيك عم بسمعه على السريع بس لفتلي نظري أكن عم بقول أنا الكوتش بلبنان ووين ما كان اكتشلي وين ما يروح على حيالة جواب يروح عليه لازم شانته تكون جاهزة لما بتعرف إما أنت بلرجع عدد بالشانته ويحمل حاله فل شو so this is coaching in a way كمانا good luck لكوت جورج ما حنا بيكون بهذا الموقف أكيد hopefully مثل ما أنت قلت I think he has a very bright future in can coaching in this league أو حتى برات this league وارجع بدأ نرجع شوي معك لورا كنت عم بتقلي بلشت رياضة رحة هار لمجا تجيط على الرياضة بعرف أنه أمك زينة عرقجة كان عندها كان لقلق إيد كتير كبير بمش بس تربيتك بـ تبعولك كيف كان تأخذك على التمرينات كيف تدلق لحقتك بكل شيء حيزعل منك مازن عرقج مازن تعرف ليش عم بحكي هيك لأنه قلت أنت بإنتربيو مع جويس عي على MTV كنت عم بتقول أن الابن بيطلع بحب أمك أكتر أحلك ناريته بتزكزك بتزكزك مش غير زينة زينة لأنه بعرفها تروح انستجرام إذا بدأ يكون كتير صريح من ركض كتير يخدني ويجيبني وهيك كان أمي أمي بابا أخذت موطر سايكل لنقدر النط من مالي لمالي عرفت يعني كان أخلص مدرسة أربعة يكون عندي الجيم على الأربعة ونص لنخلص الجيم يرجع نزلني لأن أتمرن باسكت جيب موتو بس لما نعلم العجقة so they both sacrificed a lot mom once say the emotional side dad was the tough love بس أنه they both sacrificed a lot for me and for my brother وعم بحكي كباسكتبول كرير لألي قدموا لي كل شي لقدر أصل لأنا وصلت له ولولايه ما كنت وصلت له لأنا فيه يعني هلا أكيد قدمهم السبورت لألك كان بس كمان at the same time قديش هني كانوا مأمنين أنه أنت حتطلع professional player يعني مش محلات مثلا قالولك أنه لا شو بدك بالباسكت أزي كارير روح نركز على درسك وهالقصص كله لك أكيد درسك كان شي أساسي وكانوا كتير كيبسين بصت الدرس بس أنه كانوا كمان كتير مأمنين فيه كباسكتبول يعني كانوا بيعرفوا قديش وقدموا لي كل شي ما بيخلوا علي بشي يعني عبدالك كانوا يركضوا ركض لي ياخدوني ويجيبوني ويحطوني ويمرنوني مع أهم أهم وما ترى كل شي يعني وبرجع بقول لو ليهم ما كنت صلت للي أنا في يعني وربوني أحلى تربي وأمنوا لي كل شي بحياتي أنا ورمزي وخيي الحمد لله وقال أنه عم نحكي كمان هلأ عباط إدوكيشن لفت لنظر الشغل عملت تلاتي مع الأليو سو أنت تلميذ الأليو مضبوط فيك تخبرنا شو عن السكولورشيب يلي طلعته فيها أنت والأليو يب لك أنا أنا كنت بالمدرسة لويس فاجمان جاءت على الأليو بمدرستي they never believed in my talent in basketball I got very minimal support in terms of basketball this is the first time I say it هدي شي يعني شي حرق بقلبي إليه من أنا وصغير very few teachers believed in me I can name them يعني الأشخاص اللي شجعوني in terms of basketball I would love to name them يعني إن كان مسيو حداد مسيو شلهوب مسيو خانجي مادام دعو مسيو مسان مادام بيري كوت جورج خالي دول أشخاص أنا كتير بحبون كتير شجعوني بعدنوا الهلا أنا بتواصل معهم قد ما دعموني وشجعوني بكريرتي بس وقت رحت على الأليو I realized قدش they appreciated basketball قدش they appreciated athletes وكوتش مارتن مغربل وسامي غربديون they really believed in me and they really supported me and helped me يعني I had an athletic scholarship بس at the same time كنت كتير قليل ما انزل عالجيمز كس كنت دوري بالرياضة كبير كتير بسرعة so they supported me وكجامعة كتير دعموني وكتير ساعدوني وبتعرف أنا يعني بقتا فتت عالجامعة فتت بقولها عادي يعني فتت I needed I needed the scholarship at some point شوي financial aid لكبر دولة بالرياضة لقدرت رجاء هيك مش الحال so I wanted to do something for هيدول الأثليت اللي أهليتهم they have a minimal income ما قادرين يفوتوا أهلات ما قادرين فوتوا أولادهم على جامعة مثل الأليو بتعرف اللي أهو ضعب اللبنان منها سهلة وحمد الله الله رزقني وعطينا أكتر ما بستهل وأليو جامعة تستهل كتير تستهل كل خير so I believed I had to do something at least for one athlete ادعمه للآخر ادعمه كل حياته بالجامعة three four years عنده بالجامعة اعطيه الشانس لقدر فوت على جامعة ياخد education كتير كبير and at the same time يكون عم بلعب بالأليو and at the same time I support him mentally physically اللي بده يه ولا يطلعنا at least prospects وإن شاء الله أنا بلش بـ one scholarship وقدر اوصل لأكتر من وحدي يعني my goal انه ادار to sponsor more than one player to sponsor four, five, six, seven players وagain أنا I got this idea from Lebron James يعني بتعرف عن درس الكادمي وبدي بلش بلشت بشي صغير بجست صغير وإن شاء الله ادار هذا الجست كبروا لشي أكبر وإدار to sponsor as many children as I can as many students as I can it's not only about يعني again I have a lot of rules when it comes to to this scholarship يعني they have to maintain a certain GPA they have to perform well I want to interview these kids I want to see their mentality so this is my goal It's very impressive عم تحكي برافو عليك Thank you ومن يحل يجب تصيرت Lebron وأنت عم تحكي قويا مذكرت Lebron it's nice لأن أنا برأي أدعي أنا بحب Lebron James وأنا برأي he's the greatest ever بس بتخيل أنه Lebron's biggest impact came off the court يعني Lebron James العالمي كما تعرف أنه بيعت 40,000 شخص عمدى سوعة الجيمة لذلك الطريقة التي تدخلتك أعتقد أنه في علاعة تحضر ويمكن يجي يقول ماذا أنا أريد أن أضع إيدك كمانا أنت تضع الناس من الناس ليس فقط بالباسكت لذلك هذا ممتاز من نهاية الأوضاع كمانا لشخص مثلك أيضا أنه يجي يقول أنا أريد أن أريد أن أضع المصريات منك أريد أن أعطيها لأحدا ثانا ولكن المساعدة في هذه الناس خاصة تقول أبا شواء أنه الله طعمك أكثر من أن تستطيع ليس أكثر من أن تستطيع بس أكثر من أنت ما كنت تطمح وأن أعطيها هي طريقة جيدة لأعطيها إلى الناس برافو عليك شكرا هذا مهم مهم وقال سؤالي نسألت كثير وأنا أوقات فكرت فيه وقال نحكي عنه شوية تحت الهواء هو كيف هو العرقجة لعيب بهالكاليبر عم يلعب بالدور اللبناني وحقلك ليش عم بسألك هي للسؤال بتخيل آخر مرة كأنها مش آخر قبله مع علي محمود كنا عم نحكي عن يوسف خياط وانت له لعلي انت له بتخيل إذا يوسف برجع بيجي بيلعب لبنان من هلأ لآخر كاريرته يعني أنا برأيه برأيه الشخصي بكون لأنه التالنت اللي عنده يه يوسف خياط برأيه ما لازم يلعب إلا بشي محل برات لبنان كيف واحد مثل واقل عرقجي بهذا السيفية اللي عنده يهه إيه لعب أجنبه بالصين لعب أجنبه بالدول الأفريقية عربية لعب أجنبه بالغولف بس كيف واقل عرقجي بعده بالبرايمير سابوله عم بيلعب بلبنان ليك أول شي نحن وصغار ما كان عندنا هيدول الأشخاص اللي يبعطونا لبرا عرفت على يوروب ومثل ما عم بيصير مع كزا كزا الوكال تلير هل الأصغار الله يوفقهم كلهم أهليتما انه أحيانك لم يكنوا قدرين انطلعوني إلى فوق في عالم أهليتما عملوا مستمع لإجوا أخذوا باسبار لقدروا يلعبوا برا ليس قد يلعبوا برا ليس قد يعملوا أي شيء وانه قدر كبير لم أقذت سافر وقتها كبيرة دورة كان يجينا كزا أفر جانا كذا اوفر من يوروب بس جاد انت بتعرف باسبور يقدم زعج يعني اذا بدي لعب بطوب لفل تيم بيوروب بدي مئة الف ورقة ومئة الف حكاية ومئة الف ايقامة ومئة الف خبرية وقصة انا لبناني كانوا يقولولي اياها very simple تذكروا اتا كانت in contact مع سيبونا زغرب وحتى وقت مرة مع ميجالكس في زورة we need a lot of papers to finish يعني من فضل جيب واحد امريكاني ما بده ولا شي لنسفره على مئة الف بلد ما انا نجيب واحد لبناني ما بنعرف شي عنه قد ما يكون prospect كبير وهي ده اللي صار it's as simple as that كرملاك ما قدرت روح العب بره ورحت سفرت على اميركا رحت على summer league you know very well how hard it is there يعني اذا ما كان عندي ال proper preparation ما كانت لعبين بال NCAA قبل وهي ده it's almost impossible for me to to play there واخرة نهار يعني وقتا كبرت يعني صار عمري 25 26 27 سنة وبعد اللي صار كورونا وكل هالمواضيع you need to be very smart about your career you cannot make any decision people think to go to europe is something easy but nobody knows that in europe people get paid very very low they don't get paid proper money والعالم اللعيب من اوروبا اذا ما يلعبوا يوروليق بيهربوا بجربوا يهربوا من اوروبا ارفت كيف so even euro league it's not easy to get there you know this very well اذا ما عندك بسبر اذا ما عندك اوروبا ما حا يجو ياخدوك يعني مثلا حنحكي a very small example مثلا دويري احمد دويري نحن عنا ويهي قتلين بعض he has the Turkish passport which helps him a lot اكيد لو كان اردن اكيد ما كان عبي لعب باوروبا this is as simple as that هي هي قصيت it's about the passport ايه قصيت الباسبورت معك حقفية بس متل ما هلعا عم تقول انت كمانا برأيك لو هيك looking back شوي لو مثلا انضحيت بسنة مصاري ولعبت بيوروب ما بتتخيل انو كانت فتحت لك يمكن بويب اكتر long term ما اقول ما اقول كتير ما اقول كتير ما بتعرف شو بيصير بس اجن يعني لو اوصل كنت لهونيك كانت صعب كتير عرفت again i was in contact with cibona زغرب with charlour was peru كمان في سنة بالسنة سنة اللي خصلنا فيها بطولة اللي رحنا لعبنا فيها دوت بولند بتذكر وايسلند او فنلند بلعبنا ببولند كان وقتا كوتشنا كوتش ماتيش اجينا اقفر من charlour was peru بس كمان الوراء ما كانوا عم بسعبوني ابدا لسافر وراء ما كانوا ابدا عم بسعبوني ما عم بسمحولي سافر ابدا وكثير بدا شغل تعرف انت كلمني هلأ كم واحد عم ينرفض الفيستو اذا بقدم معا روح اذا بقدم معا روح وكمان يمكن انت قلت اذا بيزغر كان بقدر روح تورف من ما بتعرف وين معقول كنت تصير بس انه هاي ده هي ام very happy in my career where I am right now it is what it is انت والصغير كمان رحت عم بتذكر قبل دالاس مافريكس رحت انت كمان عم يورو كامب حزبوت عم يورو كامب ويقفت عم يورو كامب تذكر وضع ايام بيكسي وانما رحت على دالاس مافريكس كانت يمكن اول سنة لوكا كمان هونيك تاني سنة مرنه اوكي تاني سنة لقلو بس اكتبا انت كنت تلعب السامر ليك تيم خبرني شو عن الاسperience about being in a summer league team بالنبيا اكيد ما عاشت the full NBA experience يعني بس انه السامر ليك experience summer league experience was amazing صراخة قديش they're professional قديش بعاد نحن عنهم ما بقدر خبرك قديش بعاد بس اللي هيك وين كنا عم نتمرن الفاسيليتي تايتهم is insane عنجاد بيامنو لكل شي مطعم فيه بالملعب لتاكل هلثي السناك ستعولون they're healthy القومي بير ستعولون they're healthy العلكة تايتهم is healthy شي شي متل الخيال كل شي machines you might need they're there it's insane it was insane أنا حسيت حالي عم بحلم وVegas was even better it was even a better experience حتى I was lucky لعبت شوي دامي كان في Cameron Payne الbackup تبع Chris Paul هلا بفينيكس وكان في بعد هل هو الگار تبع تبع Panathinaikos الpoint guard تبع Panathinaikos لعب Panathinaikos so I had the chance to play I made the best out of it I really enjoyed my experience it's something I'm gonna tell my kids about I was there I still have the jerseys it was a dream I'm very happy قدرت أوصل لأي المرحلة وto get there it wasn't easy كان في كان في tryouts كاننا تقريبا شي 55 players يعني مثلا مذكر كان في شباز محمد هلا حيكون موجود مع الفريق الفلبين بالمطولة كان في a lot of big names هوني موجودين and they had to pick seven to eight players and I was one of these players I went only for two days سفرت من لبنان على دالس for two days jet lagged ميت كنت just to try out for two days و I did really well for two days جنزلت على لبنان one week جنزلت على أميرك another week وقال لما تقول ان احنا كتير بعاد عنهم define قداش ان احنا كتير بعاد عنهم شو لازم نعمل تأتليست نبلش نقرب شوية شوية عليهم يعني ما بعرف هل قد بعاد ما قدر شوف مش عقدر شوف كتير بعاد كل عنا بتعرف مفش قريب ولا مفش قريب انه 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 تحكي في مفش قريب ولا شي سكتجول اول شي سكتجول اول شي في واحد في واحد كتب لي كومنت على وطا حتين انه we're gonna have this episode معك اللي بليز ما تحكوا عن سكتجول بس انه it's hard not to talk about the سكتجول يعني انه it's hard انا انا اقوار اتحاد اكتير اعضاء الاتحاد هلأ حكيت كنت ما كتير من زمان عم بحكي مع حدا اعضاء الاتحاد it's very funny بعدنا شي نزلين كنا من العراق قلت له له ده الشخص قلت له لك اذا سكتجول حيبقى هيك حنتعور وانا تعورت because it was insane it's not اذا كنت عم بحكي عم بيحكوني انه انه اليوروليج بيلعبوا هيك يوروليج اول شي في ست اجانب ما في ليست اي مع سكس مع سكس لوكلز تنين بيلعب تشكيل الأربع بيلعب تشكيل تاني يعني it's very different بحسهم فريق تاني so we cannot compare us للاعيب تليوروليج لابلدين اليوروليج we have we have to fix the schedule عنجد انا بطالب الاتحاد please يلاقوا حل لأس the schedule because it's not normal anymore it's it's very tiring نحنا كلاعيبة مانا معودينا هيدا ستام لعب يمكن لو تعوضنا على زغار نقدر نلعبه نهلأ بس ما فينا نلعب game كل عشر تيام مفاجأة آخر في عاش تيام لعب ست سبع game ها كتير مهمة by the way يعني سوري عم أتشاك بس هي كمان مش قصة بس انه schedule مش تعودين له انت في عندك رتم ماشي فيه بالبطولة اذا كل جمع منلعب game2 ما فيك توقف شهر تجع تلعب مثلا 3 game2 ب3 ايام مع هيدا كمان بلعبوا بياخدوا two days break بين كل game2 game so they have to find solution for this because نحن السنة كتير تعورنا العايب كلها تعور يتسرجوا تعور الكل تعور أنا عديتهم علي مزير تعور كريم زينونه الوحيد لي ما تعور أكيد مش عمير مريض مريض بس أنا كله تعور بس هنا يعني أنا حسلك سؤال أنه أنت قريب من اتحاد شوي هنا ما بيشوفوا أنه schedule is part of the reason لعنا عم تنصار أنا بأعتقد it's a problem كمان للالالا تشوف النقلة التلفزيوني because it's not normal ما فينا it's not normal with all the respect to everyone مش طبيعي بقى اللي عم بيصير مش معقول عرفت بنعرف وصل الليج أمتين بنعرف إذا فيه بطول دبي أمتين بنعرف المنتخب أمتين معلش شي ما ننقل البيب الحارة وننقل ماتش باسكت ما بيصير شي فينا نقفة كم أو إذا ما قادرين ينعمل شي جديد لأنه it's ridiculous لسه عم تلعب صحة لعيبة كرمان نجيب فيوورز على التفي صحي بفتكر واقل بفتكر some people are using the excuse طبع التفي كرمان يحطوها بحدا تاني بس أنا برأي أنت كاتحاد عندك الأطوريتي أن تجي تقول خي هذا الجيم بهذا نهار وانت زبد سكتجول طبع التفي طبع أقولك على نسأ ثم ما بفتكر هي أوسة تفي بل يعني هاسألك سؤال لأنه عم نحكي عن الفينال هاديك السنة يلي كان سبع جيمات بثمانتي ايام شي مخيف وإذا هننا عم بيعطوك إجزامل أنه باليوروليج هيك بيلعبوا بالنبي آي ما بيلعبوا سبع جيمات بثمانتي ايام ونحنا أكيد مش أحسن من النبي آي طب سؤال لألك فينال البنات قدية كانت كمان كان ذات الشي خمس جيمات بستة ايام ومعنا عن تيفي ما في حجة إنتي نعرفت أنه ماتشنا بستة وعشرين شهر نحنا رياضي حكمي قبلها بجمعة طيب نحنا نحنا ما خبرونا الإدارة عنا كرميل يعني تعرف ماتش ديربي بده كتير لأنه كان عنا ماتش إيران خبرونا بعد ماتش إيران نحنا عرفنا قبل بثلاثة ايام أربعة ايام لازم نلاقي حال لها الموضوع بس غير الاسكتجول لأنه في حدنا كمان عم بتذكر سأني للسؤال لواء العرق جي رئيس اتحاد شو بيعمل طي يزبيت الباسكت بلبنان غير الاسكتجول أنا حكينا باسكتجول أول شي بزبيت الملاعب كلهم كلهم لوكر رومز انت فيدع كم ملعب لوكر رومز كم ملعب والمواضيع بتعرف بس مواضيع بتعرف أنه تلتة ربعا ملاعب لبنان ما أنه فيه بقى أكيد يعني نطلع نلعب بأطلس مش طبيعي نكون عم نلعب الملعب الحرارة ثلاثة أربعة It's not normal تعافش يعني عم تلعب لابيس ايشت الحرارة ثلاثة أربعة It's actually impossible هون بتجي الإصابات So ينعمل ينعمل It's very easy كلها أول شي بجيب الفرقة كلها بشمعها واقع بدي الملاعب تتزبط ينحط أول شي نجيب كمان سكتجول ينعمل سكتجول كتير منيح بعدين هاي دي خلصت It's very simple قصص كتير صغيرة اللي ما عنده بجت كمان ما عنده بجت ما يشارك من الآخر We need a very competitive league This league deserves We have a lot of talents شفت المنتخب شو عمل لازم ضلنا بهايدا الريتم يعني ما بقى بنا نشوف جيمات عم تخلص فرق أربين وخمسين وستين عرفت كيف I hate watching this It's boring to watch this It's terrible to watch this It's hard يعني بتوجي على عيون Sorry للكل يعني يمكن عم بيين شوي شايف حالي بس أنه I want the best for my country ده أنا عمي لعب طوف جيمس عمي لعب طوف جيمس كمان هيك بتحلى البطولة هيك تقوى الليك تعيتك وهيك بعدين تجيك 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 بعدين بلشت البلد شوي يتحرك عرفت يعني عم نشوف وبعده الوضع صعب كتير بس تعرف عم نشوف البلد عم يتحرك فيه فيه فرق عم يتجيب أجانب كاليبر كتير عالي بعتقد everyone can invest a little bit من هيدا الموضوع وكمان يجيب very high sponsors بيك جيب sponsors يعني if big sponsors are sponsoring لو يعني إذا عنا sponsors عم يقدروا to sponsor لعيبة I think الفرق بتقدر جيب sponsors الفرق وفي كتير فرق عم تقدر انت قلت هلا أنه عنا a lot of talent ما كتير بوافك الرأي عنا good talent بس not a lot of talent وهيدي بفتك المشكلة بالليك تابعونا أنه عنا enough talent very good talent بالنسبة ل6 فرق أو ماكسيوم 8 فرق بس ما عنا ل12 فريق وهون بتجي المشكلة competition يعني لو عنا مثلا إحنا لو الليك تابعونا 6 فرق ونلعب that's 20 games very competitive games تخيل قدية بطوطة كانت أحلى بتشيل list A بتعمل شي طريقة تانية بعدين ما بعرفش بتعمل final four في اثنين أو اثنين بطاعة تبي this is a major issue يعني نرجع كلنا عزيزة القصة يلي هي أنه competition needs to be good كلمان العالم تجي تحط مصارف فيها للعبة أكيد أكيد 12 فريق it's too much it is it's too much وفي فرق sorry يعني no comment عن جد no comment بفتكر فايسل قال لا أسنين دي كل مرة فايسل أسهل فايسل أولى أسهل لا والفايسل قال أنه في فرق لازم نلعب ضدهم بالتمرين بالreversibles معوحة بوافق الرأي بكل احترام كل تواضع واقل كنا عمليحكي قبل شوي about the injuries about the schedule by the way أنا بوافق الرأي كتير أنه قصة schedule هي كتير عالم عم بتعوره بس غير عن قصة schedule كمان واقل عرقجة عم بتعور كتير lately بدي أعرف رأيك بالموضول أنا عندي رأي ورأي اللي حقلك رأيي أبما أنت تقل لي شو رأيك أنا برأيي واقل عرقجة he goes hard all the time all the time 100% all the time حتى ضد الفرق اللي عم نحكي عنها يعني ماليزم to go hard this hard all the time برأيك style of play تابولك والaggressiveness تابولك هي كمان a reason أنت هل قد عم بتتعور لك الحمد لله يعني هلأ الانجرز اللي عم بتعورون very small injuries منهم كتير major injuries مثل الانجرز اللي عم بتعورون قبل بس هلأ اشتغلت على جسمي عم بتعور small injuries ما بعتقد أنا اللي عم بكون السبب اللي عم بتعور فيه لأنه أنا هأعطيك schedule لأن إحنا كنا نايمين فجأة لعبنا نهار جمعة ضد إيران وين لعبنا أنا 38 دي رجعتنا لعبنا نهار تنين ضد الحكمة 38 دي جانا الأربعة لعبنا ضد ضد العراق 35 دي اشانا لعبنا بعد أربعة تيام ضد بيروت كمان 38 انت تعانا اربحنا نحن أول شي خلص جيم 11 11 ونص الأدرينالين لا يخلص تخلص 3-4 بشينا من البيت عال 8 ونص تسعة نروح على المطار نمنا بتاخت بالعراق عال 6 ونص بالليل فقنا تانا نحن لعبنا جيم الجسمك كيف دو يتحمل هالقصص وأنا عبر لك أنا مثل أنا كتعم بالعب heavy minutes عرفت عم playing heavy minutes again it's the way I play is very aggressive so اي بس يعني مثلا أنا مرة كنت عم بعت example طب بقول لك ما بدي عجل الله يبطل ضربات عنك وبعد ويه هلأ عم بتذكر الشغلة صارت تشوف أوقات كيف العالم بتشوف قصص في مرة كنت أنا وقتها مع بيروت صار معك انت وانا كنت عم بحملك من تحت ال ring so obviously انت بتعف قديش علقتي أنا وياك وقديش قريبين من بعضنا في محل بقلب الفيديو ده ما كان الكاميرا علي يمكن فيه كام شخص كمان يحطوا هالصور انه ليه جاد مبارك عم يتضحك انه عم يتضحك انه واقع المنصب بس انت ما برأيك انه مش انت برأيك برأيي أنا مثلا بشوف ال career path ديريك روز كان لعيب كتير قريب ال style of play تعبوله عليك young guard very athletic attacks the basket all the time بيلعب agressive goes 100% all the time بال MVP year تعبوله عمل ACL وتغيرت الكارير تعبوله باعتقادك انت كمان style of play وبفتكر هايدي it comes with maturity كمان the more you mature about the game تعرف انو في محلات لازم تخفف شوية محلات لازم تتقل شوي انا اذا بقل لك شوي يعني مغير كتير style of game طبعي بطلت كتير as aggressive as before يعني بتاعتد يعني I'm shooting more I'm scoring 3-4-3 points تقريبا in a game I'm shooting pull-ups بطلت عم بقص متل قبل بس ما تنسى نحنا الفريق كنا قطعين كتير بإنجري and the effort I had to put بهدول couple of games was bigger than the effort I would put وقتلك الفريق is full يعني when hike is back Amir is fully healthy عنا أجنبي I don't have to put the effort I'm putting بس انو ما تنسى نحنا كان عنا إيران حكمة والفريق كان بعضو مضعضع وكل هيدا so it was tough it was tough يعني صراحة no it was tough الحمد لله المقاضي تنجري منا كتير كبير I'll be back in no time وسنو it's a good time for me to rest شوية ورجع ارتاح شوية كذنا بعد من مرتاح موقت الصيفية I'm the only player اللي مرتحت موقت الصيفية this is a major issue by the way you need you need to rest اذا بتطلع بالأسامة اقول لعيب اللي كينو عمي لعبو هفي منس منتخب I'm the only player اللي بعد مرتحت من الصيفية ما تنسى نحن جايين من final من semi-final final لعبنين 10 جيمات 17-18 نهار ريحنا 5-6 ايام لرجعنا نطينا على المنتخب so this was the summer our summer was insane طلعت بصحة لعيبة نسر وقدي صعبة بس قدي صعبة وقل كمان انه انت لعيب اخر كم سنة ما عندك off-season وهونيك هو off-season هو it's the real season للعيب خاصة للعيب متلك انا عم فكر قبل شوية كنت انا عم بحكيك كيف نحن كنا نعمل لك scouting so back in the days كنا مثلا كان نشمالك كتير قوي your shot was average جميناك كان كتير ضعيف later on شوتك صارت كتير منيحة صارنا ما فينا بقى ننزل under على البيكس صارنا مشبورين نعمل traps صارنا مشبورين نطلع اوه بس هديك السنة كنا مشبورين طيب هديك السنة كنا مشبورين لأنه كنت عم تروح على الحرب معك نقايفة تعب شو كنت اتحك تعب بحكي مع مع العيب الأوترانيك اللي ليه ما عم تشوت نحن كنا عم نزل لك under قلت له جاد مبارك عم يحضر بدي ينزل under علي بالحكم وحيات الله وحيات الله ولا عيب حمد مالا وفيك تسأله وقال ليه ما كد وهل عم نزل لك under 3-4 جميع تلو يا شفتوا لجاد هو كوتش جاتوز وقعدين بدي ينزل under وقت المارتش جاي كنا عساس بعد لو ترايك لعبدو تكون دغري لو I want him to go under مهول فكرة أنا كنت أكمل لك فكرة أنه هلأ حتى إيدك اليمين يمكن صارت أحسن من إيدك الشمال أيضا أحب أن أتحكي يعني كيف بدك تقوصني براسي أو بمعت أو بإجري لكن الانجر يستعولي كثير ساعدوني بهالقصص معاولي أنا بتعرف ليه أنا وقت الـ ACL كنت كل يوم 600-700 شوت تعودت تعلمت بدي شوت بعد الـ ACL تنتبه أنه I started shooting very well سنت اللي رجعت من الـ ACL في بطولات كتعب شوت فيها 65-70% 3 points so my injuries sometimes بيكونوا a good time for me to work on myself I always use my injuries بطريقة أنه أوه حالة بشي شغلة يعرفت so It's nice هيكي في الأوقات يعني بتكون في شي bad you turn it into a positive لا تكره شيئا I think this is a good positive side منك كنت عبتحكي قبل شوعة على المدرسة كيف حساتك It's a motivation لألك كمانا I know how to continue it fueled you in a way كمانا to stay thirsty واقل بدي أحكي شوية أنا وياك عن الإنفلوميس اللي كان عنده إياها علي محمود واسماعيل أحمد عليك at a young age كل الإنترويوز اللي عم بحضر لك إياها لاتلي I did my research obviously for this for this episode وكتير بتجيب سيرة علي محمود He's your favorite player وستغربت مش ما استغربت لأنه أكيد for a point ما مش هستغرب بس كده بتحبه وديك تمعلق بعلي محمود as a player لك كنتحب كتير روني وعلي محمود يعني أنا رقمي هون سبعة بكوز روني رقمه سبعة بالمنتخب بلشت بس علي محمود was my idol من أنا وصغير ومش عم كذب هيدا الزلم الشيل من وقته لا يلعبني كان أمرار يقول له لكوتش أوكي ما حألعب it's fine I can rest let's well play he really had my back a lot of times مش بس هو I can mention عمر ترك helped me a lot a lot as when I was young كان كتير عمرار يجي يخدني من البيت وروح نشويت أنا وياه بس علي was heike I was a point guard you know my style of game I'm a point guard علي is a point guard so you know you'll idolize the player اللي بتلعب the position تابعه و he was like my older brother عرفتو على طول بعتواصن أنا وياه every time حتى لو كان بيكندا و بإخر الديني على طول عم نحكي عم ينصحني حتى when I was young growing up كان كتير ينصحني and the guy really كيف دقلك accepted that I was accepting أنا حاكون هيدا الpoint guard لبعده يعني he helped me a lot usually بيكون في غيري كتير هو مغا يعني ما شفت غير الحب يعني وعشوه صاري هو حب الحنان يعني عشوه انو I want you to be one of the best he was this guy this is why I really love علي he's my guy my older brother حتى يعني عمر وحتى سمعة سمعة طفلف سمعة الصريخ غير الصريخ هلا كنت عم يقول له بالتمرين كان ولد كان عم يقول له كان عنا حد شاب صغير عطيه باس غلط بالتمرين قلت له سمعة انت كتير صغير سائل قال لي ليش قلت له أنا وقتا كنت عطيك هكي باس كنت بسك طب تشوت علي هلا ليه ما عم تقل ما ليه خلق بقى ما ليه خلق هلا ما طالق لك خلق هيدول أشخاص كتير علموني كتير ساعدوني I love these people يعني بعد يعني مثل إخوتي الكبار عن جد لك ذكرتني هلا بخبرية أنا وصغير كنت بالمدرسة كنت بعم طورة وكان عنا فريق درجة ثالثة كان فيه كوش اسمه كوش رفيق جوادي يعني أنا زي بدك ربيت على اللعبة under his mentorship وفي محل كنا بعدها هيك بتعرف تهيونج ايد شو بتعمل ليقبات يمين درجة بتعمل lay-up pitch mail هيك تتحمية تعباولنا في محلات عم نعمل lay-up pitch mail وأنا عامل lay-up بإيد اليمين يعيت علي ارجع تطلع بالشباب التانية يكونوا أكبر مننا بالعمر عم بيعملوا باليامين ما يعيت عليهم فهونيك مرة قلت له كوتش قلت له كوتش تعال شو يا خي بدي اسألك سؤال أنه ليش بس بتعيت علي باليمين كلهم عم بيعمل باليمين قال لي جاد هيدولي كلهم أنه عمره 30 و35 سنة إغرامه مش هيتحسن أنه إنت if you want to have a career I need to be tough on you so in a way بتخيل اسماعيل أحمد shaped you وshaped your character into what you are today أكيد أكيد قال ليك بيعطيني confidence مش طبيعي وقت الشوطر اللي حتيتها ضد هدادي بتاع في السمعة جمع الفريق at some point وقت حتيت أنا quick six points جمع الفريق قال له للأجانب you give the ball to Wael Wael you make the decision قلت أنا هوني شو يالله رجال يكي مايه إذا سمعة أهلي هيك so he's amazing سمعة is amazing it's all about confidence the best I've played with أنا I've never seen a player like him no comparison the best that ever ever came to Lebanon no comparison the mentality he has is insane yeah he's the ideal team player game three وتدد شانبي الهداد وكل وفادي وكل هاي دولي سمعة حتي two points 21 rebounds 9 assist هدولي بالستاتس مصبوطين أو أنت هلا لا لا جي 21 rebounds 19 rebounds ما بتذكرا يب هيدا game game sorry يلي إنت حديت على البازر لا 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 game اللي ربحنيه إخي وقتنا هينيها بالمنارة أوكي يعني مش الوقت عاملوا عليك switch هادادي وحدث 3 مش هذا الهداد حتي تقريبا جيب 19 أو 21 ريبون هذا الهداد سمعة 17 17 21 وحدث ما 2 4 points إله سمعة 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 حتى الباسكتبول IQ و إلا أنه سيكون 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 أفضل إله يطول بعمره يطول الصحة الآن بعده طالع من إنجير سمعة بس أنا I see him the way he's been moving lately in practice is insane سمعة أفضل أفضل أكيد أكيد لا بفضل أكيد بفضل أننا نربح بس بفضل كنا نربح أكيد فور شور وأكيد عم تقول قبل شوق أنه كنت تلبس رقم سبعة أنت كرميل روني وهلأ وتعطيتني كرميل الجوزي طبع الصين كان رقمك 23 كتير مقلب أرقام 23 مش أنا أكيد بس أنت مثلا اللاعب 20 و 16 و 7 ليش ولا مرة عم توقف عرقم واحد رياضي 60 كل حياتي عطوني أيها هيدا النمبر بذكر it was the last number they had and they gave me 16 and I loved it عرفت أنه عطوا أيها كذلك ما كان علون معا كان عندنون غيرون ومشي حالو معا سو بقيت سبعة كان فور روني فهد ثم روني 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 أكيد 7 سوى روني أريد روني ومشي حالو 20 بس لماذا تأخذ 20 إنه شيء شخص أحب إنه شيء أحب أحب ويترك معا حسن 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 وفي سؤال ما بعف إذا حت جاوبني عليه أو لا بس لحظت لاتلي يمكن العلاقة بينك وبين فادي is not the greatest شو صاير بهال relationship بينك وبين فادي أنا بتذكر أنا آخر أيام هو بالمنتخل ومنك بعدك عم بتطلع طلعتك he tried to be a good mentor لألك بس هيك ما بعف إذا أنا عم بتهيأ لقصص مظبوطة أو لا بس هيك عم بحس من الانترويو ستعب لك والقصص هيك كأنه في شوية separation between the two parts لايك ما في شيء ما بحيط وكان في شيء فادي حتى خلصتنا البطولة آسيا وطلعت MVP دقال لي وإطبعت المسج دقال لي بس أنا لم أتبه لم ألعبت مع فادي كتير يعني حتى كنت بالرياضة كنت مقصد لعلي محمود لإسماعيل أحمد هيدو الأشخاص هيدو الأشخاص اللي كنت أنا بحبون كتير يمكن عالم بقولوا ليش بت ليش ما بتحكي عن فادي بقلهم لأن أنا and I'm not this close to Fadi as I'm close to Soma and Ali Mahmoud this is why I say for me Soma is the best because I've played with Some different players My relationship is very neutral with Fadi and we have there's a mutual respect between Fadi and I that's it حسنا, ليس كيرا لكن أصلاً التقليد بين إسماعيل وفادي هو كثيراً مثل تقليد بين جوردين و لبراون جيمز بذلك هم ايضاً من الأسلام واحد منهم مصدر واحد منهم مصدر واحد منهم مصدر لذلك، لذلك، انا لا أشياء وضعهم بشكل صورة ولكنني في اعتقدتهم هم الأسلام لأجلما يوم بذاكبت هذه المشكلة لأنه نحكي عن الأسلام في الواقع العراقجة، هل تعلم ما هو مونت رشمور؟ أو لا؟ كيف هو سبب رشمور على الربان الميار؟ أصنع أربعة؟ أربعة لديك إزمال أحمد فادي علي محمود جوفوغل جوفوغل جيد هذا مباشرة أحبك كيف ذكرت جو فوغل؟ جو فوغل في المنتخب وقتفاده يكون حات 25 عندك حاده جو يكون حات 25 لا أحد يتحدث عن عن النمبر التي جو كان يعملون منذ مع النشوال كانوا يعملون كانت يملكه أكثر كانت يملكه جودان في النشوال الناس نحن نتحدث عنه نحن نتحدث عنه كان جيدا حتى كاريره في لبنان ما تنسى كان عميره كاللبناني أيضا لبناني لأيضا لأيضا هو أكثر مباشرة في البنان ما أعزت وفقني الرأي دي كان مرة بالأبسود تبع رودريك تخيل روني فهد و جو فوغل اجوا قبل وقت وانا تخيل انت هلا عندك سفين فوتر في شوت من برة الديه كان هلا دادلي ولبناني وطوله مترين و 11 ولبناني مترين و 12 واقل بني أحكي شواء من نط على قصة المنتخة بدأ أحكي عن تعبولك بالصين العبت هونيكي كم شهر ببيجين مظلوط كيف كانت تحديدك وقديش كانت دفرنت عن تحديدك تعبولك بالصامر ليك كنت معدني 21 سنة أول مرة بسافر بلعب برة كان معي ستيفان موربري شافر لك راندور كانوا أجانب لي معي بالفريق كانوا أجانب في كينة كانوا أجانب في كينة كنت ملبك شوية ما كنت عارفين شو تعطرني بس مرحباً تعلمت منها كتير تلعبت تنين بستي الأربعة بستي تانية تلعبت تنين بستي تانية كانوا أجانب الكورتس بيخوفوا يعني بيسيعوا يبكي 50-60 ألف تييب I think I got you a jersey شافت الكواليتي تابعة تييب they afford you with everything ياريت بقدر أرجع ألعب أرجع على الـ CBA اجينا باقبلة من الـ CBA هالسنة استعرف كورونا وهلأ بعانوا اللوكداون ورجعوا بابل so there's no way I could go there بس ايه I think it's the best league بالمنطقة يمكن اكيد في جابان حدا وكوريا so it's a different league تانيك مظبوط انه اجيك offer باستراليا عالسنة كمان كنت I was very close in signing in Australia كمان I got in an interview مع الكوتش سبع الـ Adelaide واخر شيء ارجع مش الحال that's nice وائل بدنا نحكي شوى عالمنتخب كان عندك سنة رائعة مع المنتخب almost flawless يعني من بطولة العرب لبطولة آسيا اكيدة كان فيه الـ Qualifiers يلي ربحنا هون كلهم بها السنة لا اخصرنا يكن للأردن أول مرة between them جانا 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 يقصرنا أول ماتش لأنه بالأردن فرش 11-12 نصل وترجعنا جانا جانا ربحنا هون هون كنت ترجم لأردن منتخب و خلصة أكيدة بـ جام الفلبين ضد جوردان كلاركسون هداك انت تحلوة خاصة بطولة آسيا بالنسبة للأواء العراجية مش بس انه ان ترجم لأردن من الـ MVP يعني شيء للـ MVP عجرم أكيدة كنت مسوط انت ربحت الـ MVP بس بتذكر في عندك انتربيو عم بتعطيه من بعد one of the games it was very emotional بفتكر انت سامع بكل لبنان هاللي كنت عم بتقول فيه انه عنا نحن mission as players نجح نحط لبنان على الخريطة قديش كان عندك حسات انت مسئولية in terms of leader تبع هيدا المنتخب on the court or off the court انه تقدر تعمل شيء بالنسبة لبلدك لكن الجروب اللي كان عنا يالج الكامسشي اللي بنيها coach rod is perfect الشغل اللي كان عم يعمل هو وكوتش ماركو وكوتش احمد it was amazing كنا كلنا ايد وحده وكلنا بنعرف بعض عرفت يعني اذا بدألك اللعيبة علي مزهر إليشا معون جيو انا العبانين under 16 under 18 مع بعض منتخب we've played together we know each other very well سيرجيو انا هايك بعضنا طالعين من ربحانين بتولت لبنان سوا وكيس لبنان so it was a group of guys chemistry كريمي علي حيدار لعبين معو هايك لعبين معو so we knew each other very well we had a mission we were on a mission كلنا on a mission وكلنا كنا حاطين براسنا بتذكر قبل ما نطلع قلنا لحالنا guys نحنا مش طالعين عو طولة آسية سلاية نحنا طالعين نعمل شي وحاطين براسنا انو كان بدنا نعمل شي عرفت this is what we did يعني كان عندنا امسجي لنوصلها للسياسيين بلبنان ولكل الشعب اللبناني ونحنا هون لنساعدكم نحنا هون نرجع نرفع اسم لبنان لفوق حقد ما يكون لبنان is broken وفي مشاكل فيه فيه باع 12 شاب مع حدهم 6-7 staff عم يعمل مستحيل يتركوا لبنان على الخريطة ويرجع يعلو اسم لبنان بالعالي والحمد الله we were able to do so you were able to do so in a big way كمانا full respect اكيد للمنتخة برجع حط لبنان على الخريطة ورجع فرجع الصورة يمكن الحلوة كمانا عن لبنان لأنه this is the real image of Lebanon sadly اوقات بتذكر كمانا التويت يلي صارت بينك مباشرة تتويت وكيد في كتير عنا مجرب ويركب الموجه if someone sometimes you need to حدا لازم يوقف بجه اكيد اي اجري ويدي ان اعتقد انه لن يفتحت الموما وما عند مشكل كنت احكي ورده لي اول واحد هو لعب الجه ورده عليه صراحة وقدوه 100 times غير يعني ما بستحن هالموضوع عبدا انت اصلا you're someone who's outspoken ايه ام again I'm very honest والعراس السيني بقوله وما بكذب على مشاعره وبقولها مثل ما هي شعب محروس الليف وحدها لازم يرده عليه مزبوط معك حق وقل برأيك انت شو كانوا العوامل لمقدرنا نربح لطولة اسيا باعتقد كنا خايفانين من استراليا اسم استراليا رهبة استراليا اول شي و I believe I believe I believe اذا كنا قلبنا switch من التالت عليهم كنا ربحنا عليهم لانو I watched their game مع جابان صح كل سفر كبير بس جابان كيرا عزبون بسويتش although جابان ما عندهم اجسام اللي احنا عنا اياهم تبه الاجسام الجاردية تعالون كتير وكان وطن عبي ما عم بيلعب والاجنب تابعهم ما عم بيلعب لعبوا ب very short line up كنت باتقى اذا لابنا عليهم switch وهي قلبنا switch كورجاد كان عنده اياها بالبلان بس يمكن تأخرنا شوي بالقلبي كنا ربحنا عليهم another minute كنا باته ربحنا عليهم اكيد كنا عريبين كتير نرباح يريد ربحنا اكشلي كانت اول مرة وهاد big chance ما بعض اذا حدرجع تيجي هاد ال chance again اذا بيرجع بشي لأسترالي ونيو زيلان باته اكيد سنوة يجع شي لون the new rules بفتكر it's great for FIBA it's great for TV also TV رأس فالأسس كله بشكل انا يدري يشيلون بس الشي الحلو بفتكر فينا ان هالجنراشن هالجنراشن تابعولك تسيلي young generation انت على 28 مزبوط عندك كيف ما كان بعد a couple of years at your prime وبيرجع كمان a couple of years بتكون بعدك تقريبا قريب على prime تابعولك شواله شواله وفي عنا new guys يعني يوسف خياط وكل دول اللاعيب الصغار يلي هلا عم بتتلعون ان كان يوسف ان كان جهاد ان كان كريم رطيل كريم كتير كريم كتير من ايه there are a lot of talents عبحكيك عشين برة so بحس هدول الاشخاص حلو فيهم their size size ما عنا يا قبل size على الوينج يعني ما تنسى احنا ما بحيطه كان عنا وينج طوله مترين واثنين مترين وثلاثة we never had this so we need this نعم بتكون بين الاربتاش وثمنتعشر السنة هادا الدفلوبمنت ما عم بلقوه هون اللاعيب عم بلقوه بس برة بتشوف ان احنا up until 14 تقريبا متلنا متل غيرنا من اربتاش لثمنتعشر العالم كلنا عم تفرق عنا نعم هادا الدفلوبمنت طول عمرية يعني طف وطولة عمرية ما عندك it's not it's not ما في هيدا الكمبتشن لوية مزبوط مع الحق وائل برأيك انت بالوردكوب معقول انفاجئ العالم وناموا الرن ما بدي قللك مثل المغرب بالفутبول بس نعموا at least run مثل المغرب بالفутبول ان شاء الله بس ليك بنعمل شي أجنب بvery high caliber يعني فتلا يطلع رئيس جمهورية god knows امتين ما عول يطلع رئيس جمهورية لا نقدر تجنيس لنجن so we need a very high caliber foreigner we need very strong preparation جد من قبل كانوا المنتخبات الاوروبية ما بدي قول منهم قوية قوية كتير بس مش متل هلأ عرفت يعني عم تحكي انت كل منتخب اوروبي هلأ عندهم خمس ست لعيبة NBA مش مزح يعني 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 لاتسي مثلا اذا حظنا حلو ما طلعنا مع فرنسا بالمجموعة طلعت بالمانيا ست سبع لعيبة حظنا ما طلعت مع المانيا طلعت مع سلوفينيا خمس ست لعيبة ما طلعت مع سلوفينيا طلعت مع ما بعرف مع لاتفيا لك لاتفيا مي معانا هيدولي منتخبات they've been building for 20 years نحنا بنبلش نركب قبل بجمعتين ثلاثة صرفت وهلأ ان شاء الله نقدر نلعى سيبتين على one coach يعني كوت جاد عمل شغلة كتير حلو مع المنتخب it's very important نبقى بهيد التركيبة same coach الكوتش بده يغير العيب يغير اللي بده إياه بس عندك كوتش على قليلة حاطة الفلوظفية تعيته وبيقين فيها ومشين فيها هيده very important لأنه ما فينا نضلنا من وندو لو وندو عم نطط من coach لكوتش لكوتش شفت وقت ثبتنا على coach واحد ليك شو عم نعمل أنا دائما كنت عبقول له هيده ليك شو عم نعمل يعني ليك كوت جاد غير غير هيدك الويندو كان عنده نجبر يغير اللعيبة فوت العيبة جديد يات تربح عم نفوت عم يكون في فلوظفة معيني اللعيبة عم تتأقلم معه بسرعة what's working and we need نضل بهيد الريتم بس اجن اذا بداك تعمل مفاجآت بالورلد كوب وتربح جيمز ما فينا نضل بنفس الpreparation ما فينا نضل نلعب ماتشاة كتير ضعيفة نلعب ضد بعض بين ثلاثة رباعة الوقت لهم ثلاثة رباعة الوقت المنتخبات الافيليبل عم بيكونوا جيران اللي حدنا هنه سوريا عم نلعب لأولا محل so if you're aiming for more you need to prepare more لازم تسافر ع أوروبا تلعب ضد اليونان تلعب ضد إيطاليا تلعب ضد هيدو المنتخبات للا تتحدر مني هاي كان يسير قبل يعني قبل كان نلعب ضد إسبانيا كان يسافر على كندا يسافر على هيدا لا ما عندك بقى هيد الpreparation so we need it we need funding اسفار كمان بس هيدا أهم شي we need funding ما عبحط الحال الاتحاد لما حدا يفهمني غلط الاتحاد ما عنده الفاندين الليزم بس أنه we need funding لقدرنا عمل كل هالقصص funding للمجنس funding لها دول الكامبس يلي بيكلفوا كتير مصاري you need to put money كما توصل محل بعيد بدك تحط مصاري فكرة دك تربح بدك تحط مصاري عرفت ما فيك out of nowhere أبرا كدبرا تعمل شي special لتعمل شي special nowadays you need to invest you need to put a lot of money because money talks nowadays it's not like before anymore كل الفرق اللي عم تربح هلأ وينما كان دوريات الأوروبية الباسكت فوتبول هي الفرق بتدفع أكتر so it is what it is أكيد لا معك مليون بالمية وحتى كنت عم تحكي قبل شواء أنه كيف البلاد الأوروبية تطورت يعني كيف بس قبل يعني مثلا عندك فرنسا عندك كتير لعيب NBA لادفيا الفرق كلها حتى كمان دول أفريقية يعني back in the days كانوا مثلا basketball without borders يروحوا يعملوه بالصين فاتوا على الماركت الصينية صاروا يعملوه بالهند فاتوا على الماركت الهندية هلأ صاروا عم بيعملوا basketball without borders والبال بأفريق ليش تركروت يعني إذا بتشوف أنت البلاد الأفريقية عندك مثلا هلأ أول جوال NBA لحيلعب بفرنسا بس عندك كتير مثلا لعيبة باسكال سياتم مثلا الكاميرون نايتجيريا كل هدول البلاد كمان الأفريقية صاروا عندهم لعيبة بالNBA أكيد ما بيهم ما بيهم كتير Middle East يهم دوباي يهم هدول البلدان اللي أكيد اللي فيها تبقى economically very very capable very strong economically very strong وبيهم البلاد مثل الصين والهند لأنه very high population إذا عندك العيب ما هيهمهم أبدا لبنان 10452 كم4 ما هيهمهم وخمس ملايين الـ population هذه الشغل كتير يطلع على البيئي وكت دايما أولى لما كون مش دافع عنك بس ما حدا يقول لي ليش واق العرقج مش بالNBA بيطلعوا from a business point of view إذا جابوا لعيب بالصين أخف من واق العرقج بس لا تسأل مثلا إذا واق العرقج 7 على 10 بس في 5 ملايين واحد حيلبس له جيرزي تعيتهم اللي هن حيطلعوا مننا 20 مليون دولار تيب هلا أكيد أكثر من 5 ملايين بالصين عبقلك أنا عبقتيك أنا بتذكر سنة السنة اللي كان فيها بعضو يومين بالNBA Houston Rockets كان دايما يكون عنده نورة الصين تاني شغلة اذا بتذكر كان فيه لعيب اسمه كان يلعب مع الليكرز يعني تبقي سينة وبيلعب مع الليكرز يعني أكتر شي معقول مع كل محبوب لما بلشت الالستار كانوا يتلعوا بعدين قلبوا نصف نصف طيب يتلعوا مثلا الزازة باتشوليا كمانا باتشوليا باتشوليا كمانا باتشوليا وهم بفضلوا بدينما يجيبوا مثلا واق العراجي let's say واق is a 7 over 10 point guard بفضلوا يجيبوا واقي من السين who's a 6 over 10 point guard مايكل جوردن بتشوف كيف وتبلش شي كبر الاسم تبع dream team وسافروا لبره كيف صار very they really care about international marketing بهمهم كتير هالأصص كتير بهمهم هالأصص كتير بهمهم يكونوا ريليتد لبلدين بتخوف يعني جابان فلبينز هدول بدين كتير مهتمين فيون هنه it's a business in the end I think had a dream team ومايكل جوردن هو أول step to globalize the game through مايكل جوردن كمان هي كمان بتخيل مايكل جوردن تأثيره على اللعبة وعلى الgoat status تابعوله هي أنه he globalized the game so وائل looking back at your career هيك if you want to take a step back ترجع درجة لورا وتفكر بالكارير تابعولك do you have any regrets بتطلع هيك أوقات بتقول أنه مثلا I wish I did this at a young age عزغر لكن هلأ كنت مثلا عبالعب بالNBA أو بحل تاني بأكيد لكنه حلم كل واحد يلعب بالNBA بس أنه بقل لك I regret it no I don't I'm very happy where I am عرفت بقول يمكن لحالة أنه ياريت ياريت أول مرة كنت بالدرافت بقول ياريت رحت ياريت رحت وقتا وقتا I had the chance روح أتمرنا بالفيلادلفيا 76ers بالDenver Nuggets ياريت رحت شنهار إذا بتجي لعندي عالبيت I'll show you the papers I still have the draft entry contract ماضية وهيك بعدنا حتى تطم بفايل سو بقول ياريت رحت عليهم لأنه بتذكر بالEurocamp I did really well I did so well ولدرجة أنه بيكسي إجا من سلوفينيا ساء على إيطاليا ليجي يشوف لأنه he heard a lot of coaches talking good stuff about Mila يساعدني سو بقول لحالي ياريت رحت بس ما رحت Okay So this is something يمكن you don't regret really much بس أنا obviously بعدم أسرا فيك بس أنا إذا بدك ترجع شوية أكتر لورا ينا during your very young years بقول ياريت بقدر كنسافر على يوروب أو أميركا ياريت I had هالأشخاص اللي يخدوني لهوني كلا بحس حالي كنت بقدر أعمل شئ عرفت إذا رحت على the right universities بس أنه ما كان عنا هيدا الموجود هلأ هارفت I think هلأ كمان مع social media وصارت easier إذا بتحط الهائلات يستعول لك على يوتيوب all the coaches بقدر يحضرون كمان ما كان في i-phone هذا كان عبور This is the good part of social media أنه صارت الإكسبوجر على العالم كمان أكبر و after basketball بعرف أنه أنه أنت you're someone عندك many business ventures كنا وعندك فتكليك عندك ببرشلونة كمان أنت وخيك فتحين كمان محال Oakbury وكثيرا وكثيرا بس فرواق العرقجة in 20 years إذا بدأ نشوف البرتفوليو مش بس from a business point of view عبير لقارف شو what's your ambition in business بس overall وقل العرقجة هو إذا بيشوف حاله after 20 years وين بتكون بلبنان أكيد بلبنان مطرح معنا running a couple of businesses I would love to get into politics جيد nice okay بس the good side of politics try to شوية عمل ممكن ما بتعرف شو تقدر استلمشي قدر حسن في بحي قدر حسن في ببلدي وهكي happy family happy wife happy life happy kids like with my parents being around my family كلو رجعت عالبنان so this is how I forecast the future so career in politics this is nice أنا بتخيل one of our weaknesses كالبنانية leaders you fit in perfectly خسن and you're someone who's outspoken بفتكر كمان الرياضة وخاصا الباسكت حضرتك into a career in politics the team or the dedication everything all the good attributes حضروك for a career in politics so hopefully you go into there why not we need this we need this I cannot believe that we're in a country for example the government will come to work for a career in politics and the government will come to work for a career in politics or whatever or whatever hopefully hopefully you go there and I would love to hear I know you went into politics well last question before we go to the Q&A لأنه you have a big influence على الcommunity وعلى قبل شوق انتك تعمل تقلي أنه a lot of young players they idolize you and it's true what's one advice أو شكل فيك تقول للولاد يلي عم بيحداروك مش بس young basketball athletes أو young kids حيالا شاب عم بيحداروك وزنط انتو باسكتبول ضروري لك if you look at my career جاد كتير اطاعد بأبساكل بحياتي عرفت especially with injuries وكل شي بس for now I've done something in my life ولا لاعب عربي ولا لاعب لبناني عم له بحياته سوه هو موس فالبي بيبوتولة أسيا it never happened ولا لاعب عربي ولا لاعب لبناني because I had a dream and I worked so hard for my dream I really worked so freaking hard for this dream you know very well at Deshkent I used to spend time in the gym I used to spend time in the gym late nights and this is my advice لكل واحد عنجاد the sky is the limit you never know where you might end up if you work hard and if you believe in what you love you will get to places you would never imagine yourself توصلولون وانا هيدا اللي صار معي عنجاد اشتغلت حالي كتير وكتير اطاعد بأساة صعبة بحياتي واستعملتهم كموتيفيشن كل شي negative استعملته كفيول لولع حالي لسير مين أنا ولسي لأوصل للي أنا بدي وبعد ما وصلت لأوين ما أنا بدي كون بعد بدي أكتر وأكتر so fall down seven times stand up eight قد ما يكون فيه obstacles بحياتكم jump over them enjoy them because هيدول obstacles بيعلموكن كتير وانا كتير تعلمت ما هيدول obstacles من مشاكلة انا وصغير كتير تعلمت and I never stopped so if you love something fight for it with everything you have with all the power you have surround yourself with the right people this is very important and if it surround yourself with good friends good family and you'll be good مزبوط معك الابستكول they're everywhere so ذكرتني هلا بشغلي بقالة مرة Michael Jordan so Michael Jordan أبما يسير Michael Jordan أبما يروح a North Carolina شلو من فريق البازكت بالمدرسة بالهيسكول he used that as a fuel مثل ما أنا عم تحكي أنه he used that as a fuel غيره يمكن لو منه dismentally strong كان إجي قالك خلاص basketball is not for me كان راح Michael Jordan اللعبة واختفى Michael Jordan بكل الطرقات سيكون في المطبات بكل الكريز مش بس بالباسكت عم تحكي فكرة مثل ما عم تقول Fall down seven times, stand up eights It's a great quote, I love this one Keep following your dreams أنت كمان أولا مش عم بقول بس هذه للعالم يا حضرون أنت كمان keep following your dreams It's very impressive by the way كم تقول لكها بأول الحلقة أنه you're still thirsty في مشكلة أنا كتير بحضة الانبيئي وفي مشكلة كتير لعيبة الانبيئي بيوقع فيها حسن وينسايد was one of them هي in their contract year سو لما يكون آخر سنة من قوت رايته بيلعبوا كتير منيح اللعبة once they sign this big contract 4, 5, 20, 100, 200, 200,000, whatever the number is بيصيروا ينزلوا نزول يلا بسا في عالم بتقول لي انه ايه شو ريحت حالك مضيت أكبر كوترابي لبنان طلع فيهم بقول لهم I want more I want these three years to end because I'm looking for a bigger contract I'm looking for more I'm looking for more achievements I don't want to stop I know I want to ever stop يعني if you see me بالbig game so far this year I'm performing very well I still want to perform even better so هذه المنتالي لازم كل واحد صغير طالع فيها يفكر فيها I'll never stop because you work, you work, you work, you work, you work you might end up doing stuff ما بحياته حدا عملها يمكن ان شاء الله يطلع واحد لبناني يطلع يلعب الانبياي نحنا ما بحياتنا حلمنا هدا الموضوع تبه هلأ مثلا عم نحكي عم نحكي بيويو عم نحكي بجراد الخطيب يمكن يجي غيرهم ان شاء الله حدا منهم يوصل على الانبياي يمكن يجي غيرهم يوصل على الانبياي وهذا اللي عم بالكولي يمكن أن يصدق فيه فيه هيكة small dream يمكن نصدق فيه a very big dream I never imagined myself عمل MVP بطولة آسيا حتى أنا بطولة آسيا ما تخيلت عمل بطولة آسيا عرفت كيف نبتعفشو بيصير بس I believed myself I believed in my work ethics and the hours and hours that I spent in the gym ووصلوني اللي أنا فيها أنا جد غريب كيف الحيات التبرو مبارح وقت حتات الصور أنا وياك وقت حتاتي بسكتب وقت حتاتي بسكتب 7-8 years ago وليك هلا إني 7 years ago إيه you were a good player وليك هلا مرة فكرت أنه أنت حتكون أحسن لعيب باسيا وليك هلا moving forward أنا انتألت من اللعيب للا scout للا a podcast where we're sitting on the same table talking about life وبسكتبول so إيه you never know where you might end up literally as long as you work hard and you need to work hard you need also work smart this is very important working hard working smart about your career surrounding yourself with good friends is very important لأنه دائما بدك the close circle تعقولك not only for support بس يلمهم كمانا your close circle يجي يقول لك إذا عم تعمل شي غلط يدلوك على الغلط مش بس يتبط بولك ويحكوا عنك بالمنح إذا أنت في شي مثلا في الشكل دائما بقول أنه إذا في بقدونس بين السنين أنا وعب بيقول تابولي إلا أنه في بقدونس بين السنينة مش تقول تخلي العالم كلها يتضحكوا عليي بدون ما أنا أعرف هذا أيضا مهم جدا أحب ما تقول واقل كويك يون اي نقات من أصل المية وشوي أسئلة عشر أسئلة سوري للعالم ما قدرنا نجاوب عليهم كمانا الكثير من الأسئلة بدون تسعك شي نهار تفوت تحدي تقراهون سوهل بابا سألتنا عن سؤال الجيرزي لابس 20 و60 وهذه القصة كلها حكينا عنها مصطفى بيسألك إذا كنت في المساعد ما هي شيئا التي تغيير أو تضع لباسكتبول في لبنون التي تضعها إلى مدرسة أحضر سألتنا عن 12 أسئلة سألتنا عن 6 أو 8 ولعب الكثير من أسئلة و هذا أتمنى أتمنى بشي للليست و بشي بأجنب واحد على البلد أجنب واحد على البلد أي بل 6 أسئلة تضبط 6 أسئلة بشي للليست و بلعب أجنب واحد لست A لازم تنشيل أصلا حتى لو كان 50 فريق لست A is the worst rule وسادلي فيه لعيبة عم يندروا مننا يعني أنا مثلا بعتكي مثال هالسنة جيمي سالم جيمي سالم لأنه لست A والأربع فرق الأول قد تكروا لست A ولا واحد من هذول الفرق الذي يمضي راح على سادلي نزلت تقريبا 50% لأنه لا يمكن أن يتفعله مصريات which is very sad لذلك أتمنى لست A حسن تصرحالي بيسألك ما أعرف إذا حت تذكر عندي الشغلة in your rookie year under coach Pixie in an away game against Antranique an incident happened during the game which made the coach so angry how did you handle his reaction post game and what did you learn from it to become who you are now finally what advice would you give to a younger generation سيد الحكينا عننا away game بالأنترانique عصب كتير عليك coach Pixie تذكر عصب علي coach Pixie بماتش away game ضد الحكمة طرعني كاف وقت عجد second game لكوينسي دوبي عوز young 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 يعني وجليان خزوح كوينسي دوبي كانت خربانة بالحكمة يعني وكان الجame انه ما بيهمنا وعبدو يربحوا كوتش بيكسي فجأة out of nowhere الحكمة بيعملوا run بيخوف وراء ممكن كان ثاني quarter ثاني quarter ثاني quarter أو ثالث quarter فجأة بعيتلي عمر 19 سنة 18 سنة بالحكمة والعاني فت سكرت ملعب تبني وكل شي عم بيعملو كيرو عم حطوا علي يعني remember very well وحيت الله مرة اي tip the ball جليان خزوح ركض على نص الملعب برم وعم jumping وكبة وحطة يعني كل شي خلاص عكس عكس الطيار كان ماشي طلعت لبر على البنش بيتش كوماترا بيتش كوماترا بوف كابني على البنش صرت دم دمعت شويتين نهار ذكر وشعرات والحلقت ونقرع هلق زكر وقت رجعت كنت كتير زعلان وعم ببكي ومدي فل وخلاص وكوتش أحمد كان بعد ما نجوز كان بيته برج الرياضي أخدني لعنده على البن وصار يروقني وطول بقلق بسيطة ومتصير وعم تتعلم I remember this day very well it's not easy بس 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 it's a nice story but it's not easy إنو كوتش مدئدو عليك وزي مش مد أراني إنو تعمل بهيك صح صح لي يعني بيقل واو okay nice story I respect this guy very much I love Pixi he's like my second father يعني كلهم هيك يعني لك في عندي ما عندي مشكلة مثلا كوتش أحمد كفا بيكسي ما عندي مشكل مبزع أصن هيدوالي متل بيه يعني I love Pixi لا أحلى شي ببيكسي إنو next man up بتذكر لكنا حلق أنا بياك نعم نحك وقتا رحنا عن يوزلند أنت ما كنت معنا سوء أنت كتمن صاب أمير وقتا كمان ما قدري يلعب هناك جان كسر إيدو كسر أصبعو كل شي كان عاب يمشي ضدنا والمن ثالث تعقوله إنو always next man up ما كنت نتأثر معه عن مين ما كنت نصاب حتى لو رحنا بخمس لعيبة I love Pixi فليب خوري بيسألك give us your opinion about the future generation of basketball يعني يو يو كريم رتد خالد بروزر كالزا ماتا the Sabag twins Brian Mansoor and how excited are you leading this incredible talent group in the future especially when a lot of these guys look up to you and where can you achieve with them I don't like giving my opinion I want them to live their life go enjoy your career whatever you go through you're gonna go through obstacles just climb them and keep moving forward whenever we cross path I'm very excited to work I don't like to talk a lot about the young people in a way or another for example they put pressure a lot I see a lot of people and they put under 16 national team bro they put under 16 national team against America because they enjoy they enjoy because they're young they'll learn and they'll learn so they'll learn and learn and learn and learn to work really hard again once we cross path together I'm really excited to work with them you're gonna be what Fadi was to the older and younger generation Fadi came with the old generation who went to the first in Yiannapolis and stayed up until you don't have to take care of yourself in a way and you're now you're now with Haider and Haig and all the boys and imagine in 6-7 years you'll be with the young generation leading them so Haider contrast I want to be the Suma and Ali Mahmoud who was with me I can't wait to work with young generations coming up I'm really excited to work with them so what do you think about Dominique Johnson especially that you have a lot of guards we have a lot of guards we have a lot of big guys but Dominique is someone who knows his role he accepts his role he's a very defensive he's a defensive player he's a pick and roll player he's a pick and roll player he's a lock up defender at some point he's a great shooter so we don't need this guy who's in 35-40 every game we need someone who knows his role who's very mature he's a great communicator he's a great leader he's someone he's a very good teammate this is what we need very mature you know very high IQ we have a lot of IQ so we need this type of player I think Biusar came to Qatar Biusar in a couple of hours where would you rank yourself with the best point guys to ever play the game Waleed Domiati Bulus Bishara Ali Mahmoud Muhammad Ibrahim you're not gonna rank yourself so I'll ask you a question with a few different rank these four point guys Waleed Domiati Bulus Bishara Ali Mahmoud Mughamoud I hear he was a great great shooter but I told you Ali Mahmoud Waleed didn't have much already ما كتير وعيله لوليد وليد امتينه اي سنة وقف ماذا عب إليك مرة ألفان ووهد يمكن كيرو عمري تقريبا سبع سنين ما كنت كتير بحضر باسكت يعرفت بعد أن شيء مبلش باسكت من سنتين مبلش باسكت أنا فرمي علي محمود is the greatest for me a point guard to handle كل هيدول big names اللي كانوا موجودين لازم ترفعه العشرة they think it's easy to be a point guard it's insane it's not easy بيجيبو لك الجلطة اللي عايبة لأنه عرفت كتير المتطلبين اللي هيدا وكتأحضر شكير يصير بعلي محمود and the way he handled it is amazing وحتى إذا كوتش كمانا وقادي كمانا كنا عم نحكي اللي عنا بتفكر أن يكون عندك فريق منيح is enough for you to win بس مع العالم ما بتعرف قديش فيه pressure and managing egos so حتى coaching these teams أنا مثلا فوقضة بشكل كتير بيحترموا in terms of managing these teams زي أنه انتبه for seven eight years ما بعرف قديش كانت الحقبي يلي دلوا عم بيربحوا to keep these players motivated سنة after year عم بيربحوا كل شيء ويدلوا مطيفيتد ما النهينا ما النهينا أكيد أكيد it's very hard to handle هالفرق نحنا لعيبة كتير نتطلب أصص أنا عم بحكي مني أنا مصموة نهوز عندي متطلباتي يعني عرفت كله عندي my ego كله اللعيبة بس الحلو انه بريادة everyone drops their ego this is why it's been working for a very long time but again it's not easy to handle this play to handle all of us و أنا يعني أمرار بزعر على الكل شي يعني the stuff they go through is stuff it's stuff أنا بشوف جوغة التاس بالحكمة وبعرف أنه قدش there's pressure man there's pressure العنا بتعرف there's pressure محسن كرام بيسألك how do you see the upcoming derby with the new changes for your club in Ghazir and which club are you enjoying the most in the league it's gonna be a very nice derby يعني بعد اللي صار بالبنارة والله يسترش بدو يسير في غزير I can't wait it's gonna be fun يعني it's gonna be really fun I believe I believe you guys are performing the best so far يعني صراحة بس أنه بحس بالراون 2 كتير في أصل لا تتغير بحسس هلا في فرقة كتير they're gonna upgrade some things are gonna change up to the final 8 so let's see what's gonna happen سند العلي بيسألك سؤال حبيتو أول شي بيلاك one of the best players in Lebanese history my question is do you feel that you reach the peak of your potential as a player and where can you improve the most أولاك I'm still thirsty بس where can you improve the most هذا هو سؤال بيسألك on a leadership level probably okay leadership level more of a pick and roll player هي كتحسسن pick and roll vision تعيتي so this is على طول بحضر الجيم ستعولي بشوف في أخطاء عملا وليزم حسنها so it's just I have to keep getting better day by day what was the best piece of advice you received during your career that made you have this huge leap in your performance during the years best piece of advice you've received تعرف لك أهلي على طول كانوا يقولوني enjoy هيك just enjoy what you're going through هدولي أيام حتشتاق تقطع فيهم عرفت بشتاقكم بالمدرسة بشتاقكم بالجامعة بشتاق ارجع كون روكي بالريادة عرفت هيك just enjoy your journey enjoy it whatever whatever you go through خلاص just you only live once يولو enjoy what you're going through embrace it just enjoy exactly just do it just enjoy I agree I agree it's great advice sometimes you start to overthink the future شو هك تعملو هيك بي بلد هلا يعني if you overthink things you might get depressed that's true that's true last question ماريو عسيب اسألك as a suggest fan I know facing ريادة in Manara is the toughest game for us it is is it the same for you going to غزير facing Sajas and what's your worst best game you've ever played in your opinion اكيد اكيد it's very hard غزير it's very hard the atmosphere is very tough كيف متل انت تقول it's very hard تلعب ريادة it's the same تلعب لغزير تقول top two top two teams in the history of Lebanon one of my worst games best games best games ما في best game حس china i felt like i was invincible والله there was no f***ing way يوقفونا in the game i told elisha معون there is no f***ing way يوقفون اذا بدعاتي credit للعالم بعطيونا my teammates والله مش i'm not trying to be a good teammate أو شي بس the support they gave me was unbelievable عنجد the selfishness the unselfishness اللي كانت موجودة بهذا الفريق was insane ما حدا كان يزعل اذا كانت انا best player اذا كان سيرجو best player اذا كان هايك best player اذا كان علي best player كان في علاء كتير حلو بين اللعيبة و the biggest يعني اذا بتشوف مين top competitors تعالي علي منصور وعلي منصير اول عالم بيوابطون واتا كدت حط clutch shot they know their roles we wanted to win so bad يعني او رف دون the same اذا كان فات علي وحط اخ اول game winning شات هيك كان في علاء كتير حلو يعني كل credit goes لكوت جاد وكوتش ماركو وكوتش احمد وحتى ال staff يعني كان دكتور خليل نصار او الموديل الفريق وكل والعراقجي amazing episode thank you thank you i really enjoyed it it's been a long time coming this is the week the way i want to end this episode keep being you بفتكر او قات you come off او you rub people in the wrong way بفكروك انا you're arrogant وغيرك this is well this is what made you well عراقجي باسكتبول كتير اللي انت الطريقة اللي بتعيش فيها بالحياة it reflects on your character بالملعب so keep being you you've been a great person for the country خاصة على السعيد المنتخب بيطرنا وجنا كلنا بهذه الصيفية لما بفتكر المنتخب ما كان وصل على الدبايد بدونك you're a great leader on the court الأساس اللي عم تعمله بالcommunity من السكولوشب لعدد أساس تاني كمان كتير حلوة keep inspiring people thank you and thank you and I advise كل اللي عيبي to do the same صراحة where God sent us لها الدنية to be good humans good citizens this is what we have this is the message of basketball at the end of the day we have a message to send when I'm on a personal level I have a message to send just keep متلم كنت keep being human people are always going to talk shit at some point we shouldn't focus on that focus on the positive side enjoy your career because at some point it's going to end بدك تطلع على ورا تقول no I've done good I did what I have to do I gave my best وما بدك to regret anything this is what I'm trying to do man yeah this is it كل جنراتي تطلع I'm always here whatever they need كل اللي عيب كل منتخب يدول whatever you guys need نحنا we're here to help you we're here to push you get better we want you to be better than us because we want Lebanon to be better and better so نحنا موجودين لنساعد الكل و we love everyone وقل على جه thank you it was a pleasure جادو حبيبي thank you 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 اشتركوا في القناة